اشتركوا في القناة اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلا يوم الدين أما بعد أيها الإخوة ونفوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العماني ليس غريباً عنه اسم جزر القمر هذه الجزر أو هذه البلاد مخرط إليها سفن العماني داعياً إلى الإسلام وناشراً للحضارة وموتقاً لعرق العلاقات الأخوية وأيضاً تاجراً بطبيعته من أجل لقمة العيش فحسب الدراسات تذكر أن العمانيين وصلوا إلى جزر القمر منذ وقت مبكر منذ العهد الأموي حيث وصل الأزل إلى هناك أيام حملة الحجاج بن يوسف الزقف إلى عمان عندما وصلت إلى عمان وأخذت تنكت ببعض الأشخاص أو العلماء والأئمة هادوا أو ذهروا إلى مكان الأمان في أفريقيا وسواحل الأفريقية ومن ضمنها هذه الجزر جزر القمر أو القمر وسنسمع تفصيل وترجيع هذه القضايا من محاضننا الضيف الكريم هذه البلاد هي تبعد عن الجزيرة العربية في حدود 3500 كم وتقع على الصاحل الشرقي الإفريقي شمال موزنبيق عدد سكانها تقريبا 652 ألف نسمة كلهم يدينون بالإسلام وينحدرون من أعراف شدة العرب والمناويين والشرازيين ومن الأفارق ولهم عادات بسبب الإختلاط مع العمانيين شبيهة إلى حد كبير بالعادات والتقاليد العمانية فالخنجر يتزيلون بها والتشداشة والعمامة لباسهم الذي يحافظون عليه إلى وقتنا هذا العلاقات العمانية القمرية زالت ترسيخا في زمن السلطان السيد سعيد بن سلطان المسعيد وإن كان قبل هذا من الاتصالات ما هو معروف حيث أن النباهنة والمنادرة كان لهم وجودهم وتأثيرهم في تلك المقاع أيضا في زمن السلطان سيف بن سلطان العربي كان له الولاء والطاعة والحاكم في هذه المناطق يحكم بإسمه البحارة اليوم ستتركز على الفترة التي كانت في زمن السيد سعيد بن سلطان البوسعيد حيث هذه الفترة اتسمت بالحراع الثقافي وإذا ما أعرفت أن أقول الصراع الحضاري أقول الحوار الحضاري بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية لاسيما الفرنسية والبريطاني حيث أن هذا الحوار أو الحراع أو الصراع وصل إلى حتى العناية بأبناء الحكام ومحاولة تربيتهم وتقديتهم فكريا وعقديا والدماء فالسلطان السيد سعيد بن سلطان بدل جهدا كبيرا من أجل الحفاظ على الانتماء العربي والإسلامي في كلبقاء وأرسل مندوبا له يسمى سعيد بن محمد بن ناصر المسعيد وكان له دور كبير في ترسيخ العلاقات وفي توثيقها وفي إسلام من لم يكن مسلما حتى أن حاكم إحدى هذه الجزر كان يسمى رماناتيكا هذا الرجل لم يكن مسلما فأسلم في ذلك العصر وكانت له بنتان من امرأتين مختلفتين إحداهما سلمى والأخرى خاطئ وهذا الرجل رماناتيكا تغير اسمه بعد إسلامه إلى عبد الرحمن وجعل ولية لعهده ابنة ابن أكبر فاطلة وكان أيضا التدخل الفرنسي والبريطاني له وجود وتأثير لا سيما في جزيرة جزيرة ماوت وهي من إحدى الجزر التي تتشكل منها هذه المنطقة على كل تدخلت فرنسا عندما علمت أن فاطمة ابنة هذا السلطان ستكون ولية أهده والحاكمة من بعده ففرضت شروط تغذيتها وتغذيتها بالانتماء الأوروبي إلى غير ذلك من القبايا التي سنسمعها بشيء من التفصيل من محاضرنا الضيف الكريم الدكتور حامد كرهيلا حمد ضيفنا في هذا اليوم يحمل الدكتوراه في الدراسات الإسلامية وحياته بالعملية حافلة كمستشار لرئيس الجمهورية كسفير في عدة دول العربية ومنها السلطنة مبعوث من رئيس دولة جزر القمر إلى كثير من حكام الدول حضر كثير من المؤتمرات له كثير من المشاركات العلمية والنقاءات في المؤتمرات وعدة مؤلفات أهم أثر الإسلام في تشكيل السلوك الاجتماعي في جزر القمر وأيضا من كتابات المهمة كتاب بعنوان العلاقات التعريخية بين الدولة البوسعيدية وجزر القمر هذا الكتاب مطبوع من قبل وزارة الخارجية بالسلطنة وإن كان يتداول بشكل محدود لا أريد أن أضيل عليكم وأترك المجال لضيفنا الكريم فليتقضل مشهور بسم الله الرحمن ورحيم أصحاب الصعادة والفضيلة أخوة الأشار الأخواض المسترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصلاة البيان والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعا أما بعد جزى الله المقدم خيرا في الجزاء لأنه كان موفقا أيما توفيد فلم يترك لي شاردة ولا واردة لأجيب إلى ما تفضل به فحديثنا الليلة تهت هذا الموضوع الجديد كريف الذي قدم له الدكتور وهو سيتمحور حول جنب فاطمة جنب ما ما لصب جنب معناه القصر قصر المل قصر الرئاسة قصر وهنا يرمز أو يدل على معنى سمو جلالة أو السعادة أصبح ما تشاهد إذن جنب فاطمة معناه السمو فاطمة أو صاحبة الجلالة جنب فاطمة هذه المرأة التي الغريبة العجيبة الأقوار التي وصفها معاصرها من مناوئيها لأنها حالة مرضية متقلبة من ذلك هذا توصيف من الفرنسيين فهذه المرأة تنافسة على حبها وكسب ودها دول وأشخاص وجهات تنافسا محموما لا يقل وطأة من تنافس هذه الجهاد على بسط النفوذ والسيطرة والهيمنة وهتلا ولعن الملاء غالغة إن كل لا توجد امرأة في تقدير هذية لهذا الاهتمام مثل جنب فاطمة هل السر في ذلك لنسبها أو لجمالها أو لحسبها أو لمالها أم لجزيرتها وفي هذه العجلة أيها الإخوة سنرى كم تدخلت السياسة في الحب وكم تشابك الحب في السياسة وكيف تعانقت بين هذا وذات المشال التجارية والاقتصادية وحتى الدينية فجزر العلاقة في جزر القمر أو علاقة المال من جزر القمر كما تفضل البطور هي علاقة قديمة مغلة في القدم ضاربة الجذور وقد ذكر أو أشار إلى هذه العلاقة وإلى هذا التواصل غير قليل من المصادر العربية والأجنبين ومن بين تلك المصادر ما ذكره الملاح الأوماني إبرماجد وما ذكره أيضا المصعود في القرن الرابع الهجري وما ذكره المغير صاحب جهينة الأخبار في تلك الزنباب الذي وصف هذا التواصل وهذه العلاقة بأنها مدية بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال سكان جزر القمر الأحرار منهم هم من عرب عمان هكذا جاءت العبارة في جهينة الأخبار في تلات الزنباب والفرنسيون عندما وصلوا إلى تلك الجزيرة إلى ذلك الأرحبية وخاصة في جزيرة ميلور في عام 1841 وجدوا الصفن العربية العمانية موجودة ووجدوا العمانيين موجودين ويملكون مزارع قصد السكر والبانيليا ليس بانيليا والمنتجات الأخرى ومن هنا فرض الفرنسيون على المراكب العربية بفتتاح مكتب لوضع العلام الفرنسي على المراكب العمانية وهذا كان في مرحلة متأكد ومن هنا بدأ الصراع أو التنافس بين الفرنسيين وبين العرب ومن وتبلور هذا الصراع على مر الأيام وتوالي الأحكاب وخاصة عندما فكدت فرنسا جزيرة موريشوس التي كانت تسمى يومها جزيرة فرنسا فقدت هذه الجزيرة لسال البريطانيين ومن هنا فرنسا بدأت تتحرك لطلب مناطق نشود أخرى فلم يكن أمامها إلا جزيرة نسوبة وجزيرة ميوت والأرخبيل القمال فعندما اختلت فرنسا جزيرة نشوبة تحرك السيد سعيد بن سلطان بالمطالبة والاحتجاج لدى المسؤولين البريطانيين وطالبهم بمخاطبة فرنسا على عدم التدقل في شؤون دولهم فرد عليه البريطانيون أن نوجب الاتفاق الموقع بين بريطانيا وعمال للحفاظ على واحدة دول الإمام ولكن في الحدود التي توارث من أسلاف وهذا لا ينتبه لا على جزيرة نسوبة مدبسكر ولا على جزيرة ميوت الماء والحال يختلف هنا في جزيرة ميوت لأن عندما اختل فرنسا تلك الجزيرة والاحتلال تم بهذه الطريقة واحد من مدبسكر هرب من بلاده وجاء إلى ميوت واستعلا على الفقر ثم مقامة لتنازل عن الجزيرة بسؤال من الفرنسيين مكابل ببنى الظبيب من البال وهنا وهنا تحرك لأن النباهنة والمنادر كان لهم موجود وحتم تلك الجزيرة قبل دخول الفرنسيين وتصور معي يا إخوان أن هنا بدأت الصراع والنفوض بين الفرنسيين وبين العرب من هذا القبيل ثم تطور ذلك بشكل أكبر عندما جاء والد جنب فاتمة وهو من أسل ملقاش أيضا واسمه رمنتك وهرب أيضا من ملقاش من مددشكر إلى جزيرة القمر ومعه بالجموعة من مناشره ومقاتلين المددفعين له فكان ذلك في سنة الف وثمون واثنين وثلاثين والذي جرى أنه كان بالإستلاة على الحكم أيضا في جزيرة الميلي وكان ذكيا جدا وجد أن القوة السياسية التي تسيطر المنطقة وهذه الجزر هي الدولة القصائدية فمد يده إليهم وأعلن إسلامه وتسأخذ اسم الإسلام عربي عبد الرحمن وأكسم الولاء والطاعة كما بكر عبد الدكور والتبعية لسيد سعيد ومن هنا تعززت العلاقة بين زنجبال وجزيرة الميلي بشكل ملموس أكثر من أي وقت مضى ورفع العالم العماني العالم البنسعين للأحمر على قصر السلطان وهكا وهكا يوجد كبار الشخصيات من المجهاء ممن كانوا يدافعون عن العرب والمسلمين وكانوا يمثلون السيد السعيد في الجزيرة ويدافعون عن مصالحهم وفرنسا أيضا كما كنا تخطط للإستيراء فبدأ يتحرك ويزرع وبدأ تتحرك وتزرع عملاء لها داخل الجزيرة ولما هان موهد وفاة السلطان عبد الرحمن أو قبل وفاةه وكان له بنتان كما ذكر فاتمى وسلم فاتمى وهما اختان غير فككتين فوسى بأن تخلصه في الحكم فاتمى وكان عمرها في ذلك الوقت خمس سلوات لأن فاتمى ولدت في عام 1836 و ستة وثلاثة ولما ترش عبدالله سلطان عبدالرحمن آل الوساية إلى زوجته والدة فاتمى وفي هذه الفترة استغلت فرنسا هذه الفترة وبدأت تقدم هدايا إلى الأرملة وإلى الطفلة الصغيرة جملة فاتمى التي أشعح نظريا هي السلطانة وعمرها خمس سنوات وهنا حقت فرنسا خطوة أخرى وأرسلت مربية لتقوم لأنها رأت أنها لا تستطيع أن تؤثر فيها وأن تتحكم فيها مستقبلا إلا إذا زرعت فيها السلوك الأوروبي والمؤثرات الأوروبية ومن هنا قررت فرنسا إرسال مربية حاجنة لتقوم بتربية جنب فاتمى وأختها سلمة فمن هنا تحرك أيضا الإمام السيد السعيد لأنه وجد أن هذا خطر داهم وأراد أن يتدار الوضع وهنا اسمحوا لي أن أقرأ لكم ما جاء حقيا ما جاء في المدونة مدونة العمل والسلوك التي وضعت بهذه المربية لتلتزم بها في تربية جنب فاتمى وأختها سلمة وهذه المدونة وضعتها المحطة البحرية الفرنسية التي كانت في المنطقة بموافقة الفرنسا باريس الوزارة البحرية والمستمرة فقال أو فجاء يجب علينا هم يتكلهم يجب علينا أن نحملهما على التشكك في كل ما هو عرض ونجعلهما ونجعلهما تشعران بالإشمئزاز الذي تشعر به أية امرأة ذات قلب سليم تحافظ على ترامتها الأسرية الإشمئزاز لماذا؟ من تعبد الزوجات والتصري اللذين يسمح بهم القرآن القريب لأتبعه حملهما التفلتين سلمة وفاتمة على التخلص من نير هذه العادات والسلوكيات التي يريد فرقها عليهما في بكا لعادات المسلمين ثم ماذا يكون وهذا البرنامج نعلى موافقة الفرنسيين الموافقة الوزير البحرية الفرنسية الذي جاء في خطابه مؤرّق بباريس في 18 سبتمبر 1747 موجه إلى الآمير الفرنسي في جزيرة ميور ورد في هذا الخطاب لا أستطيع أن أرى في مكان آخر في المهمة التي تلقيها منكم شيئا ليس من المرجع وأوافق تماما على ذلك يعني على ما وردت في مدونة أوافق على ذلك تماما شريطة أن يكتصر على بدء تعليم سلطانة سلطانة ميوري لغتنا لغتنا وعاداتنا وعاداتنا وديانا الكاتوليكين ثم وصلت هذه المربية وصلت إلى الجزيرة و برفقة المسؤول الفرنسي وصلت إلى الجزيرة ميوري وباشرت مجمتها في خمسة وانشرين ديسمبر والعند الإخوان يدركون هذه المصادفة وفي السياسة لها توجد شيء اسم المصادفة اختاروا هذا التاريخ خمسة وانشرين ديسمبر لأنه هو التاريخ الذي يحتفل فيه النصارى من عيسى عليه الصلاة والصلاة وقد أمتت هذه المرأة المربية مهارات في قيام بمهمتها والمهمة كانت تتمثل على ضوء ما رأينا في المدونة في شيئين اثنين أولهما تربية للبنت أو البنتين وتعليمهم اللغة الفرنسية والسلوط الأوروبي والديانة الكاتوليكية أما البود الثاني أن تكون هذه المرأة مخبرة تتابع عن كسب تحركات ونشاطات الدولة البوسائدية والعرب في تلك الجزيرة وتبلغ عنها إلى السلطات الفرنسية في ميل فهذه هي مهمة هذه المربية ثم كان هناك رد فيه السيد سعيد لما علم بإرسال هذه المربية فتحرك من جانبه وكان يود أن يرسل موظفا من قدم قبلي ليقوم بإدارة الجزيرة ثم تتور الأمر إلى أبعد من ذلك حيث حان مول التتويج الفرنسيون الفرنسيون قرروا على تتويج هذه المرأة رسميا فجاء منذوب من فرنسا وأقام في حفل ونظر حفل التتويج وألقى وكان ذلك في 26 مايو 1849 فأقرأ لكم أيضا ما جاء في كلمة التتويج لمحاولة الفهم مغزاها إنني هذا ممثل الفرنسي يتحدث باسم فرنسا أعترف بسيادتك الأمويل وأحييك بشفتك ملكة لهذه البلاد ولديك وحدك حقوق تولي الحكم فيها وفرنسا وهي تتنازل لآخر أمنية لأبي متوفة قد حكت قد حكت رغبة مشرفة بالتعتراف بأن ليس هناك أهد يحب له أن يمارس أي تأثير عليك في إدارة شؤون حكومتك ليس هناك أحد يمارس عليك ضغور يمارس عليك حق وإذن يبال العرب وإنني إذ أدعوا على جبهتك أو على جدينك هذا التاج الذي أرسلته فرنسا هدية لك لأعقر لك أنك مستقلة وأن الوجهاء الذين يستطيعون لا يستطيعون من الآن فشاهدا أن يتشرفوا فيك لقد وصلت إلى سن يمكن أن تفهم فيه أهمية موكفك وإن فرنسا وهي توفر لك حماية معنوية لا تنتظر منك أي مقابل في كل ظروف ولا تود التدخل في شؤون الداخلية للدلاد ولكن ألحه فقط على أن الرجل الذي ستحتارينه ليكون زوجا لك أن يكون ذلك من اختيارك أنك لا أفرض عليك ومن أجل مسلحتك أنت أطلب أن ينال ذلك الخيار قبل تنفيذه موافقة لحكومة الفرنسية إذا التدخل الواضح فرنسا تشترك أن لا تتزوج هذه المرأة إلا بأضلها وورد في رسالة أخرى لمسؤول الفرنسي سأزوج سلطانة موالي عندما يحيل الوقت المناسب مع من مناسب من هنا التنافس أو التدخل الفرنسي في شؤون الجزيرة ضد المشالح العربية والوجود العربي والإسلامي أخذ موضة آخر ومن هنا يمكننا القول أن هذا التدخل بمثابة فهر وضعتها الفرنسا من أجل إيقاع السرطنة والحيمنة عليها والسيطرة على جزيرتها فيما بعض وموقف الوجهة عضاء الحكومة لم يرتاهوا بهذا الموقف من فرنسا وبعض الوجهات الذين كانوا يمثلون المصالح العربية استقالوا بعد هذا التطوير واتسافروا إلى زنجبال لإطلاع المسؤولين هناك على المسجدات في الجزيرة وهذا ما حدث في مسألة الزوح إذن ننتقل إلى نقطة الزوح ومن هنا تقدمت العروض على الفاولة وما أثر العروض فكان هناك عرض من سلطان جزيرة القمر الكبرى يسمى سنبال وهو من خلفاء الدولة المساعدية وكان هناك عرض آخر العرض الرسمي من فرنسا وكان هناك عرض آخر من أعواء الحكومة وعرض آخر أيضا من الملقاشيون فلما حان موض الزواج اشترت الملقاشيون لإعاز من فرنسا شروط تعصفية على العرض الذي تم الموافقة عليه لأن العرض الذي تم الموافقة عليه هو العرض العربي الزنجبائي الذي كان بترشين من سيد سعيد في في الغداية السيد سعيد كان يتمنى أن يكون هو الزواج القادم للجنب فاطمة لكن في الأخير قرر ورشح مرشح آخر وهو ما ذكره الدكتور سعيد بن محمد بن ناصر المسعيدي الذي كان يحمل لكباً آخر ما كدار فهذا هو العرض الذي تم الموافقة عليه فقامت جنب فاطمة بموجب خطاب التطويت بإبلاغ المسؤولين الفرنسيين لأنها تعتزم الزواج من هذا الزواج العربي المسلم لا يتلب من موافقة فرنسا ففرنسا وافقت على هذا العرب وهنا سؤال كبير يطل بنفسه لماذا وافقت فرنسا على هذا العرب لأنه كما رأينا أوعزت إلى الملقاشيين لوضع شروط تعجيزية إذن من جهة وافقت ومن جهة زن عراقي وهذه شروط تعجيزية اسمعوا لي أيضا أن نراها ونقرأها لنقف على أمهاد القطيرة لهذا الموضوع فهي عشرة الشروط وضعهم الطرف الملقاشي الشرط الأول الزواج جونبة فاتمة ستكون هي الحاكمة إذن أنا لا دخل لقفي السياسة ولا في الحكم الشرط الثاني هذا متغير العالم الشرط الثالث إن قدم واحد من مدقشتر يريد أن يكون من حرس السلطان فله ذلك الشرط الذي يليه وإن قدم واحد من زنجباد يريد أن يمن في حرس السلطان فلن يكيم ذلك إلا بموافقة أعضاء الحكومة إذن الشرط الرابع أو الخامس إن توفيت جونبة فاتمة فإن أختها جونبة سلمة هي التي تخلفها في الحكم لا أبناؤها ثم الشرط السادس إن أنجبت سلطان فاطمة من سعيد بن محمد فإنه لا يمكن لابنه أبدا مغادرة الجزيرة إذن أبناؤها من الزوج العربي يظنون أن يكون في دافل الجزيرة ولا يتحق في خلق الجزيرة ربما ليبت تنصر بينهم وبين دوين في زنجبال إذن الشرط السادس لا يمكن لجونبة سعود يعني جونبة فاتمة أن يغيب للجزيرة تبكى هي أيضا في الجزيرة ثم الشرط الثام جونبة فاتمة لن تتوقف في الظهور أمام شعبه أمام شعبها ما لا لا ممنوع عليها أن تتحجب وأن تبتزم بالنقاء إذن الشرط التاسع قبل صدور أي قانون أو أي قرار من الحقومة لا بد من أحد موافقة الملقاشية أما الشرط الأخير وهو العاكب سابهليني وهذا كان مستشاهر وكان رجل قوي داخل الحكومة وكان يمثل المصالح سلطان سيد سيد وكان يعتبر أنه هو الذي يمثله داخل الحكومة والمدافع عن الصالحه إذن لا يمكن ترقية هذا الشخص إلا بترقية الآخرين المناورين الأخير وهذا وهي الشروط العشرة التي وضعت على الطاولة وحلف اليمين من أجل اتزام بها ومن هنا أصبحت تم العقد وهذا الزواج استمر لمدة 12 سنة وأنجبت جمه فاطمة من زوجه العربي من زوجها العربي ثلاثة أولاد محمود ومحمد ومحمود وعبد الرحمان وتدخل الفرنسيون بشكل أكثر وبدأوا يزرعون المشاكل وبدأوا يتحمون الصعيد لأنه يتدخل في شؤون الدولة وأنه يتحكم وأنه كذا وأنه كذا فقام هناك مطالبات بترحيله وإبعادها عن الجزيرة على رغم من عدم رغاء جون الفاتم على ذلك وهكذا النفوض الفرنسي بدأ يتدخل ويطماض كي أن تشاهدت وفي هذه الفترة بعد فترة الزواج هذه كان هناك الخلاف الذي كان بين السيد ماجد و السيد الفوين في مصطق فالتحرك من جزر القمر كتيبة عسكرية لمساعدة السيد ماجد وكان يتراكس هذه الكتيبة العسكرية سعيد المحمد الناصر وعادي الكتيبة كانت في زندبال وطالما تم تكون هناك حرب لكون البريطانيين تدقلوا وصار الصروق بين الأخوات لأن استخدم السيد ماجد العسكريين والكمريين الذين قدموا من هناك في حراس الخاص وهناك نقطة أخرى أنه بدأت هذه المرأة تشعر لأن حاشيتها تهيني على الحكم على الرغم منها فبدأت أيضا تتوجه ناو فرنسا لكل حماية الفرنسي ثم تطور الأمر أيضا إلى أن جاء الفرنسيون ووقعوا معها معاهدة لإقامة مزار في الجزيرة وهذه المعاهدة تمت بناء على الضغط وعلى احتلال الحابب لأنه كانت هناك علاقات غير شريفة بين هذه المرأة وبين هؤلاء الفرنسيين وتطور الأمر إلى أن تم انتزاع هذه الاتفاق لما انتزعت هذه الاتفاق ووقعت عليها كان هناك رد شغل من زنجبال لم تنظر حكومة زنجبال بعين الربر إلى هذه الاتفاقية وأرسل السيد ماجد ثلاثة أخوة وهؤلاء الأخوة ثلاثة هم أبناء الصعيد من زوجته العربية الزنجبالية واحد منه اسمه سيف والآخر عبد الله والآخر والثالث لم نقف على اسمه وهؤلاء الإخوان سبقوا أن كانوا في الجزيرة الموالي عندما كان أبوهم متزوجة من جند فاطمة فقام سيف بالزواج من جند سلم إذن أبو تزوجة من فاطمة والولاد تزوجة من سلم إذن لما وقعت جند فاطمة على مرض منها على الاتفاقية مع الفرنسيين كان رجل شهد حقوة الزنجبال عنيفة جدا وإحايف أرسل السيد الماجد هؤلاء الإخوان مرة ثانية إلى الجزيرة لمقاومة هذه الاتفاقية وبالفعل وصل السيف وأخوار إلى الجزيرة وبدأوا يحركون الناس واستطاعوا التأثير على جند فاطمة فتراجع جند فاطمة من الاتفاقية فحاولت العدول عنها فما كان أمامها إلا أن تستقيل قدم استقالتها وترك الحكم وهنا ربما نفهم الغرض لأن هذا الاقتراه مكتب لها من أجل الاستقالة الأخوة الأخوة سيف هو الذي أشار لها هذا الاقتراه ومن هنا آل الحكم إلى ابنها محمد من محمد بن سعيد بن ناشر المسعيد ومن هنا هذا سرع السيد ماجد بهذه التطورات لأنه وصل إلى الحكم أحد أفراد الأسرة وأوفد مدعون ثم خاصة اسمه أحمد بن سليمان البنسعيدي وجاء إلى الجزيرة وعليه علامة سفينة السلطان نادر شاك نادر ولا نادر ولا نادر نادر شاك وفيه كتيبة عسكرية مرافقين له وتم تنسيب هذا السلطان الصغير محمد بسم السيد ماجد والعميد البحري أحمد بن سليمان البنسعيدي قدم له في ذلك الوقت الأليس العمامة السيف والعلم وكل الهدايا التي تظل على أن هذا السلطان تادر لسلطان زنجبا وهذه القطوة بطبيعة الحال أيضا أجج المشاهل العدائية بين فرنسا وبين السلطان ومن هنا سافرت جنب فاتمة وقبل أن تسافر تدخل القوات الفرنسية الأسطول الفرنسي تدخل لتثبيت الاتفاقية طالما أن الجنبفات ما حاولت التنسل الهضول عنها فتدخل الأسطول الفرنسي لتثبيت الاتفاقية في الحديد والنار وتم قصر السلطان وكان هناك قتلى قدرت البحاية جنب فاتمة نفسها قدرت البحاية لنشرين قتيل ومن هنا تنحت من الحكم لسائل أبنها وسافرت لزنجبا لتبادل أو مشاورات مع السلطان السلطان سلطان السلطان السلطان في ذلك الوقت بحاجة المارسة إلى التعاون الفرنسي وإلى إرغاء الفرنسيين وردا كذا إذن كان خطوة وططوتين إلى الوراء فمن هنا قامت السلطان فاتمة بسفرها إلى باريس بإطلاع المسؤولين الفرنسيين المسميين بهذا الموطف الذي استجدد في الجزيرة وهي والموطف الذي يتمثل في عدول عن الإتفاقية وطلب تعرضات لقصف الجزيرة وهذا هي الأهم المهم التي كابت لها إلى فرنسا ولكن من بين الوفد المرافق لها إلى فرنسا كان هناك سيف بالمحمد ومن هنا نظر الفرنسيون إلى جنب الفاتمة أن هذه الزيارة فرنسا لم تتجاوب إيجابياً لم تتعامل إيجابياً مع جنب الفاتمة نظراً لوجود سيف إذا فسّلت فرنسا أن وجود سيف معها لهذه الزيارة مانا أن النفوذ العمباني ما زالت قوية في تلك الجزيرة فبقيت سلطانة فاطمة في فرنسا حوالي 8 أشهر ثم عادت من هيت أتت إلى زنجبار فلم عادت إلى زنجبار لم تستمر هناك طويلاً حيث توفي سيد ماجد ثم في فرنسا أيضاً وكما الحرب بين الألمان وفرنسا فتدهور فانهارت الأمبراطورية الفرنسية ومن هنا وجدت سلطان فاطمة أن فرنسا في موقف ضعف وأن السلطان سيد ماجد متوفى فقررت أن أعود إلى جزيرتها مرة ثانيا وما عادت إلى الجزيرة وكان السلطان في ذلك موقف كما قلنا إبنها فجرى هناك تنظيم اتفاقية التي كانت مبرمة بين المنزاير ومن فرنسي وتوفي محمور وعادت إلى الحكم مرة ثانيا وقبل أن تعود إلى الحكم تزوج زواجا آخر من زوج قبري ولكن عمير من فرنسا بسمه سيد عمر وهو جد سيد إبراهيم وتزوج جنة فاطمة وهذه كان بعد ما مات زوج العربي سيد بن ناصر فتزوجت مرة ثانية من زوج آخر قمري ولكن لموافقة أو بإعاز من فرنسا ولم يستمر هذا الزواج طويلا ثم تزوجت مرة أخرى الزواج الثاني كان في 1864 أما الزواج الثالث كان 1871 الزواج الرابع كان 1875 إذن جنبة ساتمة توشية عمرها 42 سنة وتزوج أربع مرات هذا بغض النظر من المغامرات الأخرى غير شريفة المهم من هذا الباب من هذا الباب تمكّن الفرنسيون من السيطرة على الجزيرة ولكن ولكن كلما هناك بعدما توفيت أبناؤها حكموا ولكن كلما مر الزمن كلما ضعف الحكم إلى أن وضع فرنسا يدها من الكامير الجزيرة وهكذا بإصار أجيب أترك المجال الذين يريدون يتدخلوا ويجبئوا ولا أدين هنا أنني أتيف بكل شيء ولكن يكفيني أنني أثرت الشهية من أجل أن يحتم أن يدلي كل واحد مننا بجلوة السلام عليكم ورحمة 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 أتقدم إليكم بشكل جزيد على هذه المحارة القيمة والتي من خلالها صدعت أن أستخلص موضوعين مهمين الموضوع الأول العلاقات المتينة بين العرب في عمان وبين سكان جزيرة جسر القمر هذه العلاقة الوطيدة التاريخية التي تجمعها وشائد الدين واللغة والأهداع والتي توثقت والحمد لله في هذا العصر في أهد جلالة السلطان قبوس المعظم التي وإن كانت هذه العلاقات أصبحت من نوع آخر في ضل جولتين ذات السيادة إلا أن هذه العلاقة المعاصرة تقين وتطمئن أن مسيرة الأقوة ضاقية وتزداد قوة أما الجانب الثاني الذي استخدسته من محاضرتكم القيمة على أن الذي حصل بين الفرنسيين وأطماعهم وبين العرب في هذه الجزر هي في حقيقة تأصورة مصدرة لحقيقة كبرى هذه الحقيقة الكبرى هو الصراع الحضاري القائم بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ولا يمكن أن نصنف هذا الجانب أو هذه العلاقة غير الإيجابية إلا في هذا الجانب فإذا كانت جزر القمر تقع في طريق رأس الرجال الصالح وفي طرق المواصلات وتنقل التجارة بين الشرق والغرب في الماضي فطرق التجارة في هذا الوقت تسهلت ولا يمكن أن تعتريها عقبات من نوع أنه دولة تقع في موقع معين إلى غير ذلك لكن لكن على الرغم من ذلك فرنسا ما سانت إلى هذا الوقت تتحكم في هذه الجزء رغم فقرها الاتصادي ورغم أن المردود المادي منها فيما أتصوّع من خلال معلوماتي قليلة جدا لكن نسمع عن الإنقلابات ونسمع عن الهيمنة الفرنسية مما يدل على أن المسألة مسألة حضارية وليست أيضا فقط مسألة مصالح اقتصادية آمية على كل حال أترك المجال لمن يرغب أن يشارك بالمداخلة أو بالاستفسار تفضل 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 لا أتكرم تذكر اسمك ومتاخذك حيث الله جتور جاء الله خير على أحرورك أشهد للعقلب والعقد بطرحك الشيخ هذا حقيقة الأمر تتكلم عن شخصية بارزة لها وقع المؤثر في التاريخ السياسي في التاريخ مندبار جديد الخير لدي تساعد عن هذه الشخصية التي يقوب فاطم تساعد هو ما ذكر أو أن ما تطرق إلى شخص هذه الشخصية التي أثر في الفرنسيين في الجزيرة في العمانيين هل هذه شخصية قيادية أم شخصية قيادية ماذا كان توضعها ما هي كانت قراراتها هل كانت ترى مغيبة أم كان لها رأي عاسم ما هي البصمة التي وضعتها هذه الشخصية هذا السؤال حسار لفرحك أعتقد أنني لخصت شخصية قيادية فاطم في بداية المحاضرة ونهايتها عندما وصفها معصرورها ومناوئوها لأنها شخصية متقلبة منها هي تأرجح مرة تميل الكفة مالعاب ومرة مالفرسي وهكذا كان هي غلدت مسلمة لأن أباها أسلم وعقد اسم عربي إسلامي وما قلت أبوها كان ذكير لأنه يريد يصبت الحكم ما كان أمامها إلا أن يتردد ويتردد إلى الدولة الكبرى الإسلامية لأن المواجنين لن يقبل أن يحكمهم كافر لأن الجزيرة كان تابعة للعرب قبل أن يأتي أبوها إذن ليعزز العلاقة أسلم جودة فاتمة رويدت مسلمة ثم لما أرسلت إليها المربية الفرنسية وقامت هذه المربية الفرنسية بكتريسها اللغة الفرنسية والسلوك الأوروبي والديان الكاثريكية أخذت تحولا ومالت إلى الغرب إلى السلوك الأوروبي مما أثار غضب المواطنين غضب الأهالي وطالب الأهالي لإبعاد تلك المربية والترعيلها ولما رحلت مات في نفس الأسلوك لأنه تغلت تسميمها في هذه المرحلة جودة فاتمة كانت مالفرنسية ثم لما جاء موضوع الزواج وتزوج من الشخص العربي المسلم تنقب وتحجب حتى في الكتاب الذي ذكره الدكتور هنا كتابي بها صورة وهي جالسة وهي منقبة وجلسة بشانيها لزوجها في هذه المرحلة عندما كان في رسمة الزوج المسلم العربي ما شاء الله كان محتشم وكان تدافر المصالح العربية والوجود العربي المصالح العربية المصالح العربية ثم كان هناك ضغط الحاشية ضغط عليها ثم ما لمرة أخرى إلى الفرنسي إذن لم تكن وباقتشار الشديد في نهايتها تزوج من الفرنسي لجم الفرنسي وأنجبت منه ولدي من هنا هذه المرحلة لا نشدر أحكام إلى هذا ما قلنا هذا ما قلنا أن فرنسا كانت تود أن تحول دون التأثير العربي والنسول البوسايني في الجزيرة فبدأت بالترية هذا ما نحن هذا من الاستفادات التي ينبغى أنك محطات المهمة التي ينبغى أن نفتعها بدأت بالهدايا فرنسا ثم صندت بإرسال المربيه المربيه هذه قامت بتدريس لغة فرنسية وصنوك هي كانت كانت تتلم اللغة الفرنسية في البارد ثم جاءت إليه مرهلة أخرى وتلت اللغة الفرنسية وقد أتحدث باللغة المحلية شكرا لكم إذاً هيا كما هوسفة نسان الآن مرهلة أخرى فرنسية شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم الشكرا لكم شكرا لكم شكراً صعبت صام 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 عندما تنقبت أسلمت أم مجاملة فقط هذا المسؤول الشيء الآخر أن تحول الحكم لابنها بينما العهد من البرنسيين كان ينتقل إلى أقتسلنا فإذا كنت تكرر أن تضرح من هذه المسألة الشيء الآخر لماذا أختار والدها أن تكون هي وصية الحكم دون أقتسلنا هل بمعنى هي كانت أكبر أم لها افتيارة الشخصية هذا ما فقط لماذا كان والدها نص أن تكون هي وصية متبعدة على الحكم دون أقتسلنا دون السلمة هدية لكونها بحكم شخصية تأمن لكونها الأكبر في السن شكرا 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 محلية كانت مربعة بها فأعتقد أعتقد أنها كانت مسلمة كانت مسلمة وكان لها مواقف في الدفاع وكانت 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 في فترة لأنه كان هناك فترة تم إبعاد الزوج وهي وهي ظلت على علاقة أو على ذكر من زوجها أو أعتقد أما السؤال الثاني لماذا انتقل إلى ابنها سلمة سلمة توفيت سلمة توفيت قبل أن يموت أن توفيت لم تكن حية عندما تنحد عندما تنحد جنب فاطمة للحطم سلمة لم تكن حية وماتت وهي في نسمة سيف بس المسادر الفرنسية اتهمت اتهمت سيف في وفات سلمة هذا هو السبب ثم بعد ذلك لماذا السلطان عبد الرحمن وصى بفاتمة اسم فاتمة هي الكفرة والتقبل والتقبل من سلمة في سنة ثانية طبعا لماذا وظالنا وظلنا أن الواصيين انتقلت إلى الوالدة بالفاتمة أحسن انتقلت إلى والدة بالفاتمة وفي هذه الفترة بالذات بدأ الفرنسيون يبسلون الهدايا من أجل إيجاد غلط القدم ثم هناك ملمع هذه المرأة المطلئة لأرملة لما انتقلت الوصية إليها تزوجت من الوجيه الكبير والرجل القوي في الحكومة سيفانديني والذي كان يعتبر من رجالات السيد سعيد في الحكومة والذي كان المدافع رقم واحد للمشالح العربية إذن هذا عزز الوجود العربي في ذلك الوقت لأن المرأة الأرملة هي الوصية ثم تزوجت من الحليف الاستراتيجي لسيد سعيد فأشبه المسيرة للحكومة في ذلك الوقت المسير الحقيقي هو الزنب ليسا الزنب ومن هنا استطاع أن يمرر كثيرا من الأمور هنا بالبداية نوجه لك الشكر دكتور حامد على هذه المحاورة وعلى تقوى القائمين في ذلك الوقت هذه المواضيع رقيقة استقراءات لذات فيها البلاء والحياة اليومية ومما كثير رقيقة منا يعني يعني وضيع هامة جدا ربما تكون قليلا ولكن حسب الكراءات نعرفها أنه هناك ثلاثة يعني الدول أو ثلاثة الفرنسي والبريطاني والعلماني على مستوى المحيط الهند وفي القرن الهدي لطبيعة العلمان الوجود العلماني بصورة عامة مثل ما يعرف الجميع هو ليس وليد القرن الثامن عشر أو من قصف القرن الثامن عشر وإنما هناك يعني له امتداد منذ فترة منذ عهد النباهنة بل حتى قبل على مستوى حتى التجار ولما نرجع لتاريخ بصورة هذا العامة ممكن أنه حديث متواصل وحديث فيه متشاعر لكن نركز على فترة السلطان السيد سعيد مصر هذه الفترة التي يعني شرت بها في هذه المحاورة الحقيقة هم ثلاثة 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 دول في ذات في تلك المنطقة السيد سعيد منذ ألف ثمامية وأربعة عشرين ووصوله إلى تلك المنطقة وهو لديه الخلفية التاريخية بما يحدث في تلك المحاورة حسب أو تراءات أنه تم ترسال رسالة في البداية للزواج من السلطان باطم في جزر القمر ولكن ولكن هي رفض هذه هي رسالة الأولى أرسل وفد هل هذه الزواج كان جانب سياسي باعتبار باعتبار سيد سعيد من سلطان إلى تلك المناطق استطاع أن يصل لماذا؟ لأنه لو جينا لفتوة إلى منطقة المنطقة وصلت مملكة المزارية سهي منطقة وجود عمالي في هذه المنطقة فالسهل عليها حقيقة جزر القمر في التحديد باعتبار أن هي منطقة لم تكن إذا كان هناك المناظر وفيه النباهنة فلم تكن هناك سلطة وإنما هناك بقدر ما هم تجار فمسألة التاجر يختلف عن مسألة هايش والسلطة السيد سيد سلطان الذي توضح لنا بس ربطة واحدة دكور حامل هل كان ينظر بمنظور سياسي وامتدائي في تلك المنطقة الأفريقية إلى جزر القمر واعتبار أن منظمة العمالية حتى لو جينا نحدد معروفة وفي الداريخ أعطينا هذه النقطة الأولى لماذا؟ لأنه هو حتى يعني جاءت رسالة أخرى وأطير المراسلات موجودة بين الأطراف أخذوا عطا وقالت لأنه ممكن أزوجك بنت أصغر منها في البلاء وحديث هذا كثير على كل حد على كل حد الجانب الجانب الفرنسي كان جانب قوبي بلاي ولكن عندما وجد الجانب البريطاني ولمصائق بريطانية في عمان منذ طبعا المعاهدة المعاهدة الأولى في عام 1789 هذه المعاهدة مشهورة بضعت ما السيد سعيد بن سلطان في نقدر أقول عنه عملية تلازم بين الدولتين بين البريطانيا وبين آآ بين المعاهدة الشيء ما نوصل له الحقيقة بهذا الجانب هل كانت يعني سيد سعيد بن سلطان تعمى بالجانب التجاري كما عمد بباقي المناظب الدوافل الإبريقية عن طريق سواء كان عن طريق الأسلم التجاري أو إنه طبيعة الحال لم يجد الأرضية القوية في جزر القمر لمساعدة للوصول إلى تلك المعاهدة شكرا بنسبة للسيد سعيد نوها أرسلت رسالة أو كذا أنا أعتقد أن أن النية كانت قائمة خلال الإبتلاع لم أجد ما كان أشار إلى هذه الرسالة كل ما هنالك إلا إذا كان رسالة شقهم لأن تغيبين هذا الذي لطفق هو كان رجل سيد سعيد وهو الذي كان يذهب ويسول ويجور بين زندبار وكذا وحتى سيد سعيد بلغ الفرنسيين ربطته في الزواج من جنب الطاقة ووجود المربية هو الذي أفشل الزواج من سيد سعيد وبالتالي ما لا يدرك كله لا يدرك جره لا يدرك جره لا يدرك جره إذا أما النقطة الثانية لم يكن هناك سلطة في الجزر أنا معاك أن التاريخ التواصل الروماني القبلي لم يبدأ ما سيد سعيد كان هناك قبل وقد أشرت إلى ذلك في بداية المحاضرة سيدنا خمسة ربين دقائدة كان يستطيع أنك فعل كل شيء لا يكفينا أن أأتي برؤوس أتلاف ثم القضايا التفصيلية في الكتب والدليل على ذلك والدليل على ذلك ما أشبه أن المسعودي وكذا ذكروا هذه العلاقة بل هو المسعودي نفسه في عام ألف ثلاثمية مادر وأربعة وخمسة قال أنا ركب نفسه من سحاري لجل الضمر إذا العلاقة كانت قائمة وفي فترة سلطان سيف اللي عاربة رسالة قطوية وقد ذكر في بعض الكتب أن هذه الرسالة كانت معروضة في مطح في سندباد في عام ألف وتسعونية وفي الآثميات اللي تم الموت رسالة كانت موجودة هناك إذن العلاقة كانت خائمة وأيضا لا أواسكك في كون أنه لم يكن هناك سلطة في المسعودي الخبيل مكون من ردة جزر وعلى كل جزيرة حاكم أو سلطان وكلها وهؤلاء الثلاثين كانوا يتبعون بشكل أو بآخر لمرضة ما أقوم بسؤالي الآن أصدر الموت كسلطة عظمانية فأفانها فيه لما نضع بس فقط إلى مكان عاصم الثال إلى المنباس المنباسة موجودة المزارع إذن مان أذنان رغم أن وجود الفرنسي كان لا قريب جدا إلى الإقاة أو إلى التوجه مع المزارع أكثر مياه الجسر ولكن بعد القضاء أصبح هناك المنباسة لتلعب الأمر في جزر وطمرة لم يكن هناك موجود لم تكن هناك موجود سلطة أي موجود سلطة أمامي سلطة أرمانية أنا أقول أن هناك مزيد التجار لكن يختلف التاجر أن تبطى هناك وارد أو تبطى هناك نخرج قوية الجانب السياسي لكن أنا لا أواسك في هذا حيث في جزيرة مايورد خصيصا بتحديدا تحديدا قبل وصول الفرنسيين بمئات حكمها النباهنا كان السلطان السلطان كان زبرهاني ثم حكمها المناجرة وقد ذكر ذلك المغير في كتابه في واحد اسمه مصاليم بن بشير المنغري في جولة الأخبار حكم جزيرة مايورد وكان السلطانا عليها وهو الذي نقل العاصمة من مكان يسمى شنغان الآن إلى جزاود هذا ما هو مذكر في كتابه الأخبار إذا كيف كان السلطان من المناظر ويفكر اسمه وأنه تحاوى إذا لم يكن هناك سلطة دولة البوسعيدية لا بالاسم لدولة البوسعيدية هذا الشيء لم يكن هناك سلطة إذا كنت تعني الدولة البوسعيدية ذكرت جنابك أن العالم المناظر السلطان المعفوح بالقصر الرئاسي وهو سلطة كان هناك دولة البوسعيدية المراتورية في رومانيا كان هناك حالة اللامركزية وما كان بالسلطان القادر في مسكة أو في زندبارة كذا يدير كل يعني أعتقد أن هناك حالة اللامركزية يعني والقصدرالية بلغة العصر وكل ما هناك في جزيرة المويدة لأن هناك المناظر حكموا والنباهنا حكموا وفي جزيرة الكبرى في جزيرة الكبرى هناك النباهنا وفي قبيلة صعبائة تجد هؤلاء مسافون وفيفون ما نفهم هالي لقب سلطان بكتا من النباهنا وهؤلاء كلهم من الدول الرسول ولكن كل حاكم يدير جزيرة لي هكذا شكرا جزيرة لأكتور حامد لدي سؤالان قصيران أولا الفرنسيين طبعا اتهم العرب بالضلوع في قتل أو ممت سلم فهلنا ستطيع أن نقول أن الزوج الفرنسي المقابل له دور في تقصير عمر زوجته باطمة يعني بالمقابل هل له دور في هذا الجانب؟ سؤال آخر ما هي نسبة الوجود العربي الآد قريبا يعني أو الحضور العربي والاسلامي في جزر الكبرى شكرا بالنسبة للسلمة نعم المصادر الفرنسية لأن الإشكالية تكمنة هنا كل ما يتعلق بالعلاكات بالبلدين والعلاكات التاريخية بين البلدين لا توجد مصادر من جهات أخرى لأننا الآن نأخذ هذا الكلام من المصادر الفرنسي لذلك لابد أن يكون ندى قفزين للتعامل مع هذه المعلومات مع هذه المعلومات وإتهموا السيد بقتل سلمة هذا صحيح أما بالنسبة لزوجة الفرنسية جوند فاطمة لا أعتقد لماذا؟ لأن في هذه الفترة جوند فاطمة كانت كنقادة كانت كنقادة للفرنسيين والدليل أنه لما توفيت الحكم أعلى إلا إلا ابنها مع محمد إذا لا أظن أن الفرنسيين كانوا به يد في مذجي من البلدين الحضور العربي في هذا الوقت هناك بعض من كتب أنه يتلاوه بين 35 35 30 لكن بناء على ماذا؟ طبعاً لأنه ما أضي أحصائيات أقول لما هنا بماذا يشعر؟ ها؟ بماذا يشعر؟ هناك في الجزء هذا من قديمة حتى المهان من الصعوبة المميجز أن هذا من كبير الفلانية وهذا من كبير الثانية وحتى المغير ذكر ذلك في الكتابة أن القمريون ينصبون إلى القمر ولا ينصبون إلى القبائل كتباً لحب التعصر إذا العرق الموجودين عندنا الأعد هم يعملون مثل الآخرين عملونا في الجاهلة عملونا في السياسة عملونا في ستنة وما في شيء خيوط كده تمييزية شكراً جزيلاً بدايتاً شكر مقدم إلى سعادة الدكتور حامد على المحاضرة الرائعة وعلى يعني إعادة تروح التاريخ إلى حاضرنا الآن خاصة لمعظم الحضور من كيل الشباب طبعاً العلاقة الومانية بأفريقيا كما نفضل متحدثان أنها ضاربة في القدم والبعض أيضاً بالمناسبة لأنها هي أقدم حتى من ظهور الإسلام الوجود العربي ليس الوماني فقط الوجود العربي في الجزع في القرن الأفريقي هو وجود قديم كتان وهناك البعض يشير إلى وجود عبور عربية في تلك المنطقة لأن الأمة الأفريقية كانت أكثر إنحيازاً إلى الغابات منها إلى التواصل والتنقل الحضاري فضل الشيخ طبعاً تحدث عن أن العمانيون انتقلوا أيام غزو الحقاد أو حملة الحقاد وأن أخذ العلماء كثرة في عماني أنا في تصوري لم يكن في عماني تلك الفترة لأن العالم الأوحة العمالي المعروف في تلك الفترة هو كان الإمام جابر وتلامتهم لم يكنوا عمانيين كانوا بصريين والعمانيون ذهبوا إلى التلامذة البصريين وتعلموا منهم وربعوا بعد ذلك وتأسس العلم العماني في أيام دون العباسية كان عندي سؤال لكن سبقني إليه حسن فقط عندي ملاحظات بسيطة على ما يكن بداية الحديث حول تنقب جنبي فاطمة الفقه العماني سواء كان في شقه الإباري أو في شقه الشافعي هو ليس متعصباً لمسألة النقاط أنا استغرب الحديث عن مسألة النقاط وربطها بقضية الإسلام والبعض حتى صار يتحدث هل هي فعلاً مسلمة؟ لأن الآن كأنها مارسة طقصاً ضرورية للاعتراف بإسلاميتها هذه نقطة النقطة الثانية هي قضية يعني النق الفكري الديني لدى العماني في زنجبار حيث أنه سمح بولاية المرأة الولاية العامة لأنها تكون حاكمة عامة يعني في الفقه الإسلامي إلى فترة قريبة جداً هذا كان يعتبر من المقدسات التي لا يجز الولود إليها القبول القبول الفقه العماني سواء كان في شقه الإباض أو في شقه السني هذا الأمر هو أمر يدل على نضغ التعامل مع مسألة الولاية ومسألة المرأة وأيضاً احترام مكانة المرأة موضوع آخر هي قضية التعامل الفرنسي التعامل الفرنسي مع القضية مع أنها قضية سياسية لأنه كان تعامل بعيد المد عن طريق قلب مربية محاولة تغيير المناخ الفكرة والثقافي بينما للأسف كانت ردة الفعل العربية هي ردة فعل محاولة ممارسة السطوة الاجتماعية عن طريق الزواج عن طريق إدخال العناصر الأخرى بما يدل على أن نحن ثقافياً كنا للأسف شديد لن نكون بالمستوى الذي نستطيع المقارع فيه يعني نخطبوط الفرنسي في التعامل مع الأوبار طبعاً كان السؤال التي تطلبها للأخ حسن هو عن الوبود العربي الآن طيب أنت تكلمت من نصف الخضر ولكن هل هناك شعور قويمي بالانتماء إلى العرومة بين هؤلاء الحمد للعادون هل يمكن أن يؤثروا في القرار السياسي القمري بحيث يناصر القضايا العربية على القضايا الإسرائيلية لأن كما نعرف إن إسرائيل تحاول أن تنتشر لمنطقة القاتل الأفريقي وكان لها نفوذ حتى في أيام مهجملة يعني التورة الأفارقة ضد العرب في زندباد كان لهم فضور أيضاً لأنهم لا يريدون من العرب لتواجد من تلك الموقف شكراً لزيلة بالنسبة أشترك على ملاحظاتك على التعليقاتك أما للسؤال أنا أعتقد أن من تسمع مثل هذا الكلام المحاضرة أو غيرها أو التطبع والاشتقراء التاريخ السياسي والشراء أو التنافس بين فرنسا والعرب في جزر القمري أما هم الفرنسيون يتعاملون معنا في نفس الأسلوب في نفس الطريقة التي تعاملوا معنا بها في السنوات الماضية أو في الأحكام الماضية نفس الضغوطة نفس المدافل بهذا الأسلوب حتى الآن وذكر الدكتور أن فرنسا حتى الآن ما زالت مهيمة للجزيرة هناك الجزيرة الرابعة ميوت ونحن في الكن الواحد والعشرين بقيت حتى الآن حتى فرنسا وفي اليوم الأول شهر أبريل المنصر الماضي هذه الجزيرة أصبحت مقاطعة فرنسية النئة والواحدة في الشهر الماضي إذن الضغط الفرنسي ما زالت قائم النفوذ الفرنسي ما زالت قائم الصراع الفرنسي على إبعاد لكل ما هو عربي وإسلامي ما زالت قائم ومن هنا أمامنا التحدي الكبير ما يريد أن نعمل لأن بغيات لا يستحيل لأن بغيات لأن الفرنسيين يشتغلون لمجال الاقتصاد لمجال السياسي قد يتساءل المر لماذا تتشبك فرنسا بهذه الجزيرة حتى الآن وهي الجزيرة كما كنا حكمها المناغر والنباهر قبل بقول الفرنسي وعندما دخل الفرنسيون كما ذكرنا ذلك وجدوا العرب العمانيين يملكون ومن هنا مزارع في تلك الجزيرة ولماذا بقي الفرنسيين حتى نعرف تلك الجزيرة إذن كما قلنا الدخل الفرنسي ما زالت ومحارمتها للتوجه العربي ما زالت قائم أتعرف أن الرئيس الرئيس الجزر القمر الذي عمل على اندمام الجزر القمر في الجاملات الدوران العربية بعد ذلك بأشهد تم نسيها إلى انكلابه عليه ونسيها إلى رينيون معقبتا له لأن الضغوطات الفرنسية موجودة ومع ذلك فيه شعور للناس يفتخمون بالانتماع ويتعتشون للعون إلى القوية وإلى نشر الجغة العربية وإلى الفتاة العربية وينبغي لنا أن نستطيل من هذا التوجه أنا شخصيا أرى أن الدافع للانضمام إلى الجامعة العربية مؤشر إلى الشعور القومي العربي هذا المؤشر هذا المؤشر دافع قومي انتمائي أكثر من أنه مصلحي لأن المؤشرات قبل شوية كنت أتحدث في المكتب من هذه القاعة ذكر الدكتور أن المساعدات التي كانت تأتي إلى جزر القمر قبل انتمائها إلى الجامعة العربية ومنظومتها من الدول الأخرى أكثر من الأن مع أن المساعدات من الدول العربية لهذه الدولة الناشئة أيضا قلتها فهذا يدفع ومؤشر على أن انتماء فعلا وهوية يحافظ عليها نعطي الجامعة هذا المقادمة صوتك 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 شكرا شكرا جزيلا بسعادة الدكتور على هذا التطلاف الجميل حول هذه الشخصية الإشكالية والتي استطاع أن نقدمها لنا ربما حسب ما تابعت المحاضرة عن طريق الاعتماد على الأرشيف البريطاني لكن السواء يبقى هل هناك وثائق تتعلق بهذه الشخصية وثائق محلية موجودة وتوفرة ثانيا ما هي هل هناك وثائق أيضا بالنسبة للأرشيف الزنجبالي تتعلق بهذه الشخصية يمكن أن تضيغ أو أن تلقي ضوءا أكثر وضوحا بالنسبة لهذه الشخصية النقطة الثانية تطرق بكتور وين بشكل مقتضر لقضية تنازع الانتماءات داخل هذه الشخصية وفي نفس الوقت ذكر على أن هناك في داخل البلد بلد هذه السلطانة هناك ألبن تنازع الولاءات تنازع الولاءات يعني الصورة بتنازع الولاءات سواء كان في شخصية السلطانة وفي شخصية البلد هل تنازع في تنازع الولاءات داخل البلد هو نتيجة لتنازع الولاءات داخل شخصية السلطانة ذاتها أم أن هذه الحالة حالة عامة سائزة في المنطقة التي تحدث أنا بكتور هذه الحالة يدفع معهم هناك ولاءات مختلفة ولاءات في فرنسا ولاءات لسلطان سلطان مسائي وتعيد السلطان ومن بعده لأغنان وأيضا ما مدى تدور الثقات المحلية الثقات الجزيرة المحلية الجزيرة الموية قبل يعني بغض المنظر سواء كان هذا الانتماء أو الولاء السياسي العمق الثقافي والفكري الموضوش في هذا الجزيرة هل كان له دوت شكرا 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 سؤال وجيح وبنسبة للوطائف من أسف الشديد من جزر القمر لا تم جدد مثل هذه الوطائف هذا كما تفضلت وبكاتك أننا نستفيد من الأرشيب الفرنسي وطائف الموجودة في الأرشيبات الفرنسية كانوا في وزارة الخارجية وأشير في وزارة المستعمرات الحديمة وأما في الجزر تحديدا لا يجح شكرا النزم الجاسي أنزرنا الأخ الدكتور محمد المحروف لإنجاز الماضية من طلب مثل هذه الوطائف والمعظمات الشيء الذي كان في يدنا الشيء لا يجب ولا يغني مننا وإذا في العلاقات الثالثية بين الجزر وبين السلطنة ينبغي أن نستفيد من الأرشيب الفرنسي الشيء الثاني تنازل ولاآت داخل الجزر أنا أعتقد أن هذه التنازل ولاآت هذه كان قبل فاطمة لأن فاطمة كانت شغيرة إذن الفرنسيون استطاعوا أن يزرعوا في داخل القصر من جامل لصالحها وكان هناك من جامل لصالح العرب والعمانيين قبل وهذا هو الأسر هذا هو الأسر كانوا تابعا وما ذكره الأستاذ هم كانوا يعتبرون أنهم تابعا لدولة المساعدية للمجيء السلطنة عبد الرحمن ويقول الإسلام على التنازل تطور في العلاقة التي كانت قارمة أصلا ثم بعد جربة فاطمة كون ابنها ثم يتم تنشيبها باسم السلطان ماجد دكتور أم محمد تم تنشيبه باسم السلطان سيد بارد باسم تنشيبه باسم السلطان لأنها تدام التطور من الآن 1810 إلى 1815 في جزيرة المرسوسي تلك التقسيمة الموجودة في تقرم الضيطي السيد سعيد عندما جاء جاء في أنه يخلط ذلك التوازن في جزيرة هذه القضية بمسل الإجتماع القمر كان نوع من الصلوش ليس كثيرا التكولوجيا نعم هذه مربح ثلاث سنة سيد سعيد سلطان كان توجه في كل المدر وعنده مثلا عبارة عن كشاف وعارف هو مسار الدولة هذه في كل أخير عزيزي السائل إذن التنازم للولايات كان قبل كل طرف كان لهم أما مدى حضور التكافو المحلية على المشهد التكافو على المشهد السياسي لم تكن هناك لم تكن هناك حضور محلي لأن المعاهدات المعاهدات التي تمت التوكين هما الفرنسيين كانت باللغتين وإن دلنا هذا على شيء يدل على أن اللغة الرسمية التي كانت هي اللغة العربية حتى المعاهدات التي تمت بين جنب فاتمة والمزارة الفرنسي كانت باللغتين الفرنسية والعربية السلطان محمد كان يوقف مراسلاته باللغة العربية إذاً ما كانت هناك شيء يسمى التكافو المحلية التكافو المحلية كانت اللغة العربية والتكافو الإسلامية العربية نقطة هما النقطة الهما التي قطنت لها الآن رغم أنه كنت أعتقد أن الجزر 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 الفرنسي المرة الأولى التي أسمع فيها الآذة الحوار وعرب أنه كان هناك أصل عربي وأن هناك انتدال عربي أو من الجزر هل لم يفتنوا إلى ما تفعله فرنسا بوضعها لهذه المربية التي تسوقها وتشكلها وتكسبها السقاط الفرنسية ليس فقط اللغة كل سلوكان السقاط الفرنسية هل لم يكن يفتنوا لهذا الوضع أم كان الهيمان الفرنسية لم يكن يفترون أن يفعلوا شيئا مقابلة كما أن يفردوا مربية عربية أو أن يفردوا سقاط عربية أكثر أو يقربوها من النبع العربي أكثر أو من التقاليد العربية أكثر لأن عندما أسمع عاجل أن فرنسا يعني ليس فقط وضعها المربية لتكسبها كل شيء من خلال اللغة ومن خلقها هل كان هناك ردة فعل هل كان هناك شيء يحدث على الواقع الردود الأفعل كانت موجودة سواء على مستوى المحل يعني الحرب كان وفرد صح؟ ليس بالضرورة تؤدي إلى نتيجة إيجادية عندما فرنسا قررت إرسال المربية كانت هناك مقترح نقل جيمة فاتمة من جزيلتها إلى زنجباد بتربيته بتربيته هناك بالسيد صاحب أشان تكلم؟ ثم ذكرت خلال المحاضرة أن أرادت السيد صاحب خلال فترة الوصاية عندما كانت والدة جنب فاطمة تطولنا الوصاية أراد السيد صاحب إرسال منذ من عنده يكون بإدارة الجزيرة هذا الكلام موجود في المسادر الفرنسية ذاتها ثم أدود حركة حلال وطن مقاومة داخل القصر الشخصية البارزة التربيدين هذا الذي أذكره كان يقارن هذا التأثير التأثير الفرنسي وتم تصميمها قبل إبعادها ولما تم إبعادها إلى الجزيلة تنفي في نفس العسوم وذكر أن الطباقة الملكة هي القوة التي والذي وناصل إذا كون وجهاء الجزيرة أعضاء الحكومة تقوم برسالة اعتجابة وترسل إلى الملكة وتطالب بإبعاد هذه المربية التي جاءت وتفسدك وتأتي بسلوكيات لم نعهدها من قبل أما كون فرنسا في الأخير اكتسبت هذا شيء آخر أستاذي قضية الهيمنة دخل وجوه متعددة لكنها مستمرة لكن ما هو الفكر الفرنسي تعلم اللغات لست تعلم مجرد كلمات التي تتحدث بها من خلال هذه الكلمات ينطق الشعور وإنساس وصفاوة كاملة ومن خلال هذه اللغة عن طريق التعالج بالوسائل السلامية يتم التشفع الشخص لأن الشخص عندما يرى شيء كان مستهل وإن كان عنده الشعور العربية والسقاط العربية والإسلام ضعيف أو رقيب أو منذلك يمير كالجواد الجن فالهجلة هذا أنا فهمت عندما أضع عرض المربيات ينطرون إلى التنشاء فيما بعد يلعون الخزور الأنسان يمتد بعديها وهذا ما يهد الارض الواقع كل دولة تعلم لغتها من خلال الرغة لا تعلم فقط مجرد مفيدات أو كلمات ولكن تعلم من خلالها مضروسات وثقافيات وعلمات الرغوة ثقافيات نعطي السؤال الأخر يكون السؤال الأخير تفضل 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 حقوق سلطان سعيد سيد سعيد براني في ميزور القمراء اسم سلطان مسلم بسلمطار حديث سيد براني تذكرني هو من السلماني وأنه قبيلة المسل المسل هذي مسكري أو مسعدي السيد طاعد رفافق قال المترجم للقناة التقيت به هو؟ غير متر؟ أحسن الجديد عليهم عامل كمان هو الذي التقيت به أم غير أم السلام لا لأنه في سيد علي أنا ذكرت هنا أن جول الفاطمة في زواجها الثاني تزوجت من سيدة عمر ومعادلة هذه العائلة عائلة هذه عائلة عميلة من واحدة عائلة فجد هذا الأمير الذي تتذكره هو سيدة عمر و سيدة عمر انجب ولدا اسمه سيدة عمر سيدة عمر هو آخر سلطان الجزيرة التقالي و ابنه سيد إبراهيم الذي سنت المطار و سيداني كمان هو حفيد له صح؟ صح؟ لا أعلم هل هل يوجد هنا أم في حضرمات والمسجدة؟ المسجد 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 أم بمعنة المسجد 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 وردها ذلك الناس الوقول ويعزونا ذلك وزارة مجدو وكتب كتاب جولة في جزائر بحر الزن وهناك رواية بالضم القاف وسكون المين يعزونا هذه رواية إلى طير القمال القمري يذكرون أن هذه القيود كانت توجد هناك وتوجد في المزر وكذا أما رواية أحمد من ماجد ذهب إلى قامر بن سان بن نور أنا ذكر ذلك في إهدى الجزائر أن جزر القمر أصل بن قامر بن سان بن نور وهناك رواية أخرى ضم فتح القاف والقمر قلون العرب أن ما وصل إلى هناك سمّوا جزر بهذا جزر القمر نسبة إلى القمر لأنه وجدوا مبيئة شهيدة توقع بأصل مكان لمشاهدة القمر وهكذا أما أما في وقت الأخير هذه الدواية الرسمية يبسحون القمر بفتر القمر القمر ويعتبرون أن كومورس باللغة الإنجليزية أو كومورة بالفرنسية تحريف من السلامة وهناك شيخ كبير موقور الشيخ برهان محمد مكلا وقد رجح هذه الدواية في إحدى محورات المتواتي الذي يسمى كارية الجزاء القمر وقد رجح تلقى قبل أن أنهي الجلسة حاضرنا الكريم عدة كثير تحدث الدكتور وقال الدكتور للأسف أنا ممن تقاصرت عن التحقيق مثل هذا المستوى من الشهادة فرحم اللهم رأى أن أعرف قدر نفسي على كل حال ربنا أعطيك لذلك باسمكم جميعا إخوة الكرام أشكر ضيفنا الكريم الدكتور حامد من بلادنا العزيزة جزر القمر على هذا اللقاء الطيب وهذه المحاضرة شيقة والتي حركت أشجالنا وحسستنا بأمجادنا وبتعريخنا الذي يجب أن نكون قريبي الثقة قريبي الصلة بهذا التعريق وبهذه الحرارة حياكم الله وإلى شكرا 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 شكرا